بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في البداية نترحم على كل الشهداء وعاقل الشفاء لجرحة وعودة حميدة للمبهودين والنصر للغواتنا المسلحة جيناكم بفيديو جديد مع الشرطي محمد مصطفى كامل التفاصيل حول موقف العملية صباح هذا اليوم بسنر والخرطوم وبحري ومصفاء الجيلي وفي الجزيرة والفاشر والنين الأبيض والمهندسين وفي كرري وامبدة والصالحة وجبل موية وبابا نوسا ومنطقة الزرق لا تنسوا تعملوا لايك وشير على لايف 24 ليصلكم كل جديد طيب بندور الموضوع بتاع سوفيان وما أدراك ما سوفيان سوفيان عمل في نفسه براوة سوفيان متردد وسوفيان متخوف من حاجات كده وخدت له هلاوز كده في رأسه وحركته تقيلة والآن بيقى تفوق يعني بيقى تفوق سوفيان ده منذ فترة يعني بعيدة كان في محاولات كان في محاولات جزء من دفعته مشكوري نعم من دفعته وثلاثة من 54 ونسيبه وجزء من أغرباه كانوا يعني جادين أو دغطوه شديد في الموضوع بتاعه إنه يا أخي يرجع ويرجع لمؤسسته ويستفيد من العفو العام الحقيقة ما أخيرت تحية في رأسه بقول لك يا أخو الله العزم هذا العفو ما بشملني أنا أصلا لو رجعتها بتحاكم بقانون المؤسسة أو بقانون القوات المسلحة وإنه أنا طاولت ياسر طاولت على برهان طاولت على كباشي والكلام نازل ما يقلوني برغم يعني قلنا له فلان قال وعلان قال وفلتكان قال لكن رفض يعني دي البدايات طيب مؤقرا وافق يقتنع لكن كمان حركته بجد تجيلة ومتردد و رمى نفسه في الشيء الحاصل ده براو أسأل الآن الزول ده سيصير مقبوط بالسعب يعني مقبوط بالسعب واضحة عملة واضحة حتى التلفون الحاول يتخلص منه دقه يعترف أنه يدعى التلفون من حتى الفلانية فأنا جاء بالتلفون اللي قم فيه رسائل اللي قم فيه تفاصيل حتى الأولاد الذين كانوا معه يستنوا منهم واحد البقية لحد الآن ما معروف مكان وين الزل يعني يجب جفضتهم يجب جفضتهم الزل يتدق ويتعمل بها بد الأسير وما أخذوا له جنب يهنوا معا له واصلا كده كده من زمان عندهم مضطهد سوفيان يمكن يتدق الرابعة بين نفسه قال الضار ومعه لا تمرد بين نفسه قال الكلام ده عملك نفسه متردد حركته تقيلة مفروض يحصل واحد اثنين ثلاثة دار يقعد يمشي شمال ويقعد يمشي يمين وما يرد يعمل حركات في النهاية شرب يعني وشرب مريوة وبالنسبة لأخوان لكيكل بالنسبة لسوفيان بالنسبة للنزل طبعا في ناس بقول لك لا لو نزل ليه وعمل يشبه يعني وانا لكيكل نزل بنك معلومات السلية لكيكل نطلع النظيف كيكل نطلع النظيف يعني جيت دي بل خسارة مع الجيش مع محا الخسارة مع الجيش هذا جيش يستفاد وحتى المدنيين اللي كانوا بتراسلوا مع كيكل وبتراسلوا مع قيادات الجنجة إدعارهم بالإضافة لل إمكانيات بتاعت الجنجة والإضافة لأوكار الملبدين فيها الأسلحة والزخاير والإضافة للطرق القاعد تصلهم بأ فالموضوع ما موضوع سهل ما تنظر له النظر كويس الوقت هذا وانه عمل عمل المفروض لانه سياسة وسوفية عنده ذاته يعني كان الناس سفيد منه لكن في النهاية عمل في نفسه فدخله بسبب انه شنو زول تقيل وزول متردد وما واثق يعني خاطف راس النازل ممكن يطبق فوق الغانون العسكري طيب بالنسبة للمغرف العملي هذا قلنا لك ما أخوان الجزيرة ما تنجهوها في طحرق وفي شغل حاصل وفي دقش في بعض القرآن بالنسبة للموضوع النازل والحملات الآن القائمة بسبب كيكل وكيكل إن شاء الله بتعدي 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 بإذن الله تعالى لكن في النهاية النازل سيمرق من الجزيرة سيمرق منا وشوف كلام هذا واحفظ نازل سيمرق من الجزيرة بإذن الله تعالى ما في رجعة ثانية خلوا الجيش اخوان يشغل يشغل البرنامج بتاع المرجفين والآن دقين فوتر ليه الجيش ما يعرفوا ليه الجيش ما يعملوا الجيش ما تشتغلوا وركزوا على الحكاة إنكم ما تصوروا التصوير ده شغلت أكثر حاجة بيدور بتحركات الجيش وبفسد الخطط تصوير ده أسوأ حاجة الناس تعمل حسابة في موضوع التصوير بالنسبة الجزيرة الليلة كان في شغل الطيران برضو نستهدف بعض طيام معاد الجنجة بالإضافة لبعض الاشتباكات في عدد من القرى بالنسبة العمل الخاص شقالين ومستمرين دون كشف كويس بدون كشف مواقع أو مناطق الدخلاء والمناطق السيطر وعلا اليوم تلقى عندنا بإذن الله حصيلة العربات التم تحييط خلال اليوم تمانية عربة واستلام ثلاثة عربة وأسر 11 فرد من الجنجة ده الشغل الحاصل برضو في بعض الانتحاكات كده مارستها أو مارسوها الجنجة في بعض القرى في محور السنار يغادم هناك ودعا داتهم طبعا ودوش غلوم الشقالين وما عندهم حاجة غير إنهم يفش غابينتهم في المواطنين لكن عسكرين نازل الله العظيم منتهيين وما عندهم أي حاجة طيب بالنسبة لبحري حاجة يزمر أربع عربة في شمبات كذلك عندك للمرة الثانية برضو في شمبات دمر عربتان وعندك برضو هدف تم التعامل معه لحد الآن تفاصيله موسلطنا في شمبات ما يشاعر إنه ما عارف الله نازل يجيو الحلفاية وما الحلفاية يقول لا طلص ودعايات بتاع الجنجة وإعلام بتاع جنجة ساكت طيب لديك في الصافيا برضو في هدف هناك تم التعامل معه لديك في الشعبي برضو في هدف تم التعامل معه لديك في كافوري في هدف تم التعامل معه هدف عربتان وموكب تابع لقائد لحد الآن معلومة موسلطنا بل أضافة برضو عندك الجيل يغادم هناك برضو تبا مافي تفاصيل لحد الآن بالإضافة للقصف المدفع بالإضافة للعمليات النوعية على خفيفة القاعدة تقوم بها قوات العمل الخاص عندك حول القيادة في بره الليلة في ثلاثة هداف تم التعامل معه عندك بره بيجاي في سوبة في هدف تم التعامل معه وعندك الجرب في هدف تم التعامل معه وهذا بالنسبة للهداف العامة بالإضافة للمعمورة في هدف تم التعامل معه وشارع الستين بردو في هدف تم التعامل معه بواسط مسيّرة وسط الخرطوم هو في تسجيل دخول لموقع جديد بالإضافة لتحييد عدد من العربات في مرة أو الهدف الأول أربعة عربة تم التعامل معه بالإضافة لصرصر تم تحييده بالإضافة لمقزن تم الاستيلاع عليه مقزن مليان قرد ومليان معارف كويس زخاير قرنوف المهم مقزن صيّو خلّوه بالإضافة العربة في هدف فراك في موظم جاكسون حسن تلات العربة تم التعامل معها عندك فقط العملة مغاذي برضو في عربية تم التعامل معه ومقزن براية شارع القابة وبين sorry هذا الحشار في هدف تم التعامل معه عندك رميلة هنا برضو في هدف تم التعامل معه بواسط مسيّرة لذلك عندك الصحافة برضو في هدف تم التعامل معه طيب جنجي الرواد و الناس الذين قاعدوا ندل شاهدوا قرباتكم قاعدوا التعييطه و الناس الذين يريدون أن يكون معارف جنبان و الناس معارف جهة زموية و الجهة السيالات ما بحلكم الله والله ما بحلكم و زي ما قلت لك الرواد ده إن شاء الله قريبا 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 سيتم تسجيل الدخول له قريب جدا كل الترتيبات اتمنته الحمد لله بإعادة هناك القوش أمام قصيرين والتجهيزات والتعزيزات الجديدة والأمور ماشية برضو يوم الخطم يا غادم هناك عندك ناس العمل خاص ما واقفين و يده ما فاضية ثلاثة عربة للإضافة برضو الاستلاف عدد اثنين عصفور شغل برضو والإضافة برضو تسجيل دخول لموقع جديد نازل متقدمين و أنا زي ما قلت لك نازل حيحازه الصندوق وبعد كتاني شفت الكاتمات ستكون بيغادب هناك الرميلة و عندك ناس سك العملة بيغادب هناك و عندك ناس السكة ستجد الجماعة دل إن شاء الله نازل في الطريق إليكم و قريبا جدا بإذن الله فعلا لدينا قربين درمان برضو لدينا في شغل ناس العمل الخاص ما شاء الله ما قصروا شقالين ناس العشرين تحديدا التحية لكم مكابسات زي المكابسات نفض صح نفض زي النفض التحية لكم و نحن والله العظيم نتمنى مزيد من التقدم يعني ما عنده سيادة الزافر أنا ما عارف يوميا بالناشد و برضو مراسلاتنا شقالة يخواننا تحرك و يخواننا الشغلة ضد الوقت المناسب لكن لا حياته لمن تنادي طيب بالنسبة ل الوبيض الشبكة بس الناس اللي بيقولوا الوبيض كنا نتكلم على سناك شبكة ما تسمع موضوع بتاع شبكات بس ما فيها الوبيض آمنة و مطمئنة و بإذن الله حظر آمنة و مطمئنة و زي ما قلنا لكم يا أخي الهجانة لديكم لا خوفا عليكم يا قدتوا محظوظون حظ إنتوا زيكم منو؟ أي جزال عنده زرف الوبيض يربطانيته و ينوم طيب بالنسبة للفاشر برضو الوربع غادب هناك مرتبة والحمد لله رب العالمين كل تسللات الجنجة اليائسة البائسة الخجولة بيتم التعامل معه أول بأول و بيتم مطارد المتسللين يعني الموضوع أسهل من السائل و هل فاشر تبع المناسبة خلاص موضوعه اتحسن و زي ما قلت لك ناس المشتركة من الدفاع للهجوم و أكبر دليل على ذلك الانفتاح و الشغل بيتم التعامل اي موضوع سبات صفر عند الجنجة لناس المشتركة برضو لسه ساهقين و سيقرر في حتة في الايام الجادي بإذن الله التحية للمشتركة رغم ان الايام في حملة المشتركة في اعلام شقال اعلام مطاب اعلام جنجة شقال و عايزين ان يخلق فتنا لكن هاي هاته هاي هاته في النهاية الناس اللي بيكون المشتركة و دي معركة مؤجلة يا اخي المشتركة دايش شنو منا نوفينا صح ما في مشكلة نحنا ننهي مشكلتنا كويس أول حايا ننتهي من عابرة الحدود دل وبعدين نقعد ما نازل نازل ما عندهم قضايا نشوفها يعني انت حسن مفتكر انه المشتركة دل لا قد ضر الله كويس اذا دخلوا قرية بعد الشغلة انتهي اذا رجعوا للحرك ودخلوا قرية يعري بيحصل نفس الشيء اللي بيحصل من الجنجة اتحدى يظل والله نازل ما عندهم بشغلة معهم والله وقته ملكان شفت كويس وقته ملكان بدخلوا المناطق والله ما عندهم بشغلة معهم اتحدى يظلوا لا يقول اذا المشتركة دل دخلوا قلعوا او لا يقول لحدهم درمادي شفتم عملوا حاجة حتى الناس الخالقوا منهم اذا عملت لهم محاكمات ميدانية الناس اللي عندهم قانون بردعهم عندهم قانون بحكموا عندهم توجيهات حليا ماذا الجنجة اتحدى عملون كنترول على جماعتهم في داخل نصر الله انتصار قريب شاء الله في خرطوم بردو كانت يعني جقمة كبير جدا جدا في داخل الامارة امره كانت فيها غناسين كانت جقمة كبيرة جدا 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 في داخل الامارة وبرد في شshari 60 كانت جقمة كبيرة جد من ارتكازات جنجويد ثبت في داقل شshari 60 كانت جقمة كبيرة جد من ارتكازات جنجويد ونشر قريبا برض في منشية كانت جقمة كبيرة جد وانتصار كاند كبيرة جد في منشية وشshari 60 وفي داخل كانت في امارة كانت جغمة كبيرة جدا 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 في منشياء وكافوري وشارع عاستيم وانتصار غريب ان شاء الله برضو كانت في فاو كانت جغمة كبيرة جدا من تجمعات جنجويد طبعا في داخل او في اطراف الفاو فيها تجمعات كانت جمع كبيرة جدا جدا في فاو ي rocky كان محور سكر سنار بردو جاكما كبير جدا من عربات لكن عربات الجاكما كانت ما غيرتنا عنه ونصر قريب انشاء الله في صوكي ودندير بردو كانت جاكما كبير جدا من قمائن بتاع جنجاويد طيران الجيش كان ماشاء الله تبارك الله اشتغل شكر كبير جدا في داخل صوكي والدندير ونصر قريب انشاء الله إما في جنينة صحيح في هروب كمية كبيرة جدا جدا من داخل جنائنا إلى ولاية أو أدرة تشاديات كميات كبيرة جدا جدا من انجويد تبان حروب وانتصار غريب إن شاء الله تحياتنا شباب شكرا لكم وليه قدام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته